موسيقى ضد القتل والتدمير ضد تفجير الكنائس والمساجد والمنازل قوات الاحتلال الصهيوني لا تفرق أبداً بين الكنائس أو المساجد أو المستشفيات هذا الاحتلال الغاشم يحتاج إلى رد فعلاً واليوم الشعب المصري بيبعث رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري كشعب بيدافع بكل قوة عن القضية الفلسطينية بيساند القضية الفلسطينية يعني منذ عام 48 ونحن نساند القضية الفلسطينية نحن نقف مع أشقائنا في فلسطين وهذا أمر واجب علينا أنا شايف اليوم في ساحة مسجد الحسري هناك تلاحم جميل جداً بين المصريين والسوريين والسود يعني اليوم عايز أقول أن أكتر من جنسية عربية موجودة بتشارك في هذا اللي عايز أسميه العرس الجميل لمساندة الشعب الفلسطيني أنا عايز أقول كمان حاجة مهمة جداً أن ما حدث مؤخراً ضد الشعب الفلسطيني ضد غزة المحتلة ده أمر كان بالتأكيد كان معد له مسبقت ولم يكن بسبب طفان الأقصى فقط ولكن كان سوف يحدث حتى لو لم يحدث طفان الأقصى لأن الكيان الصهيوني لا يريد أبداً أن يكون هناك جزء من فلسطين ليس تحت سيطرة الاحتلال الفلسطيني بقول أن احنا هنساند القضية الفلسطينية عايز أقول حاجة كمان تتعلق بنا كنقابة صحفين المصرية أن احنا أول نقابة مصرية عربية في مصر والعالم العربي منذ عام تصدر جامعاتها العمية حظ قراراً صريحاً بحظر كافة أشكال التطبيع الشخص والمهن والنقابة مع الكيان الصيوني عايز أقول أيضاً أن النقابة الصحفين هي أول نقابة تصدر بيان عقب طفان الأقصى بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه والدفاع عن أرضه أيضاً نقابة صحفين أول نقابة في مصر تدعو إلى وقفة رسمية وكانت وقفة احتجاجية على سلال النقابة صحفين شارف فيها الألاف من الزملاء الصحفين فعايز أقول إنه ده أمر طبيعي ليس غريب علينا كمصريين أو كصحفين مصريين أن نساند الشعب الفلسطيني ويمكن من خلالك أنا عايز أستنكر الحوادث الإرهابية الصيونية ضد الصحفين الفلسطينيين عندنا لقلعاً 15 صحف الفلسطيني استشهدوا في الأيام الماضية عندنا حوالي 50 صحفي فلسطيني تعرضوا الإصابات عندنا مؤسسات إعلامية فلسطينية تعرضت للدمار الكامل فمن خلالكم ببعث رسالة لأشقاء الصحفين الفلسطينيين لنقاط الصحفين الفلسطينيين إن إحنا بنقاف معاهم وبنساندهم وإن إحنا فتحنا حساب لدعم الشعب الفلسطيني ودعم الصحفين الفلسطينيين اشتركوا في القناة